اشتركوا في القناة الأستاذة سانية محمود والقاء بين حفتر والسراج بأبو ظبي ووزراء خارجية الجوار الليبي يكتمون في الجزائر الاثنين لتأمين الحل السياسي وأيضا في صحيفة المصر اليوم أساسي في الإمارات اليوم وجولة خليجية الأحد حفتر والسراج بحسن توحيد الجيش الليبي في أبو ظبي أستاذ محسن سميكا والأستاذ محمد السيد علي بيكتبان في هذا الإطار وازميلتنا سانية محمود هتنى خبر سانية محمود يا شباب في صحيفة الشروق بكرة أيضا بإذن الله وعندي أيضا الأستاذ أحمد إنبابي السيسي في الإمارات اليوم الرئيس يجتمع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وعرض منه الوزراء وكبار المسؤولين في هذا الإطار ده فيما يتعلق بأخبار رئيس عفتح السيسي حتى نشوف الأهرام عن الشأن الداخلي يتكلم عن اجتماع موسع والرئيس يوجه بصرعة ضبط منفز الهجوم الإرهابي على رجال الشرطة وتوفير السلع بأسعار مناسبة وإزالة المعاوقات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة حزب زمنة أحمد سامي متولي في صحيفة الأهرام في صحيفة الجمهورية أيضا السيسي يطالب الداخلية باليقضة وصرعة ضبط الجناح في اجتماع موسع لمناقشة حادث مدينة ناصر الإرهابي والسعدادات رمضان وصحيفة الأخبار بكرة أيضا في صفحتها الرئيسية أو في الصفحة الأولى زي ما حدثكم شايفين البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون الاستثمار وصحة الناصر بتقول المشروع جزء من حزمة الشرعية متكاملة ويحمل استثمارات السيسي تكسيف الحملات على الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة وغموض بين السطور وثيقة حماس حماس أعلنت في بيان لا همبارع أو في وثيقة لا همبارع أنها منفصلة عن جماعة الإخوان المسلمين والحياة فيه كتير جدا بيشكوك في هذا الأمر والجديد فيه موضوع الراجل المعتوه ده اللي اقتصب فتاة البامبرز حالة مقتصب طفلة البامبرز للمفتي والحكم 2 يونيو يعني اتجاه نحو الإعدام أو نحو إعدام هذا الوغد يعني الناس تهدى شوية في هذا الإطار أعتقد ده أبرز المنشتات بكرة يبقى عندنا 3 منشتات 3 ألواع من المنشتات عندنا منشتات خاصة برئيس عبدالتح السيسي داخليا كان بنقش الاستثمار والأوضاع الأسعار والسوق والآخر وفي الإطار يعني بيشدد على ضرورة ضبط الجناه في حادث مدينة نصر اللي هنجيله بعد شوية اتنين السيسي بكرة في الإمارات في زيارة يعني تكلل بالنجاح بإذن الله تلاتة حالة مقتصب طفلة البامبرز للمفتي والحكم 2 يونيو والهجوم الإرهابي فيه كلام كتير عليها هنختم بيه صفحة هنختم بيه كلامنا النهاردة طيب بيان من الأهرام للرأي العام أستاذ أحمد النجار إسمان جلسة إدارة الأهرام كان في ضيافة الأستاذ وقل الإبراش مبارح في برنامج العشر المساء وتكلم كلام الحقيقة يعني أنا من المنتمين للأهرام وأزعم أنه أي حد ينتمي للأهرام يزداد احتراما يعني حتى لو أنا مش محترم عشان الأهرام هبقى محترم لو أنا محترم بزيادة هبقى في الأهرام هبقى محترم زيادة أنا بتكلم عن المهنة مش بتكلم عن الشخص يعني الشخص لا أنا بتكلم عن المهنة يعنه مهنيا حبقى محترم إلي بيبقى في الأهرام وبيبقى مش محترم بيبان بيبان على طول حتى والأهراما فيش فيها وسائط يعني أنت ممكن ما تكتب أنا مرة حبيت مثلا أن أكتب مقال في صفحة الرأي قالوا لي ما ينفعش قالوا لي كتب لع 셋 اsedه أفضل لعаны انت مش كتاب يعني قال لي الله يمصير بالخير بقى يعني أنا احترامت ما بتكتبش مقالاتها يا سيد جابر انت خليك في التلفزيون انت مش بتعرف تكتب مقالات قال لي كده والله يعني ما معناه يعني معلش أنا صريح أنا وش مكشوف يعني أجيبه مين أجيبه شمال أصطنع كاتب قال لي يا سيد جابر والله ممنوع حدك في الأهرام اه اكتب في الأهرام العرب لا تكتبش في الأهرام اليوم ما زعلتش ولا طلعت جاهدت ولا طلعت يعني قلت للراجل كلام ملوش أي لازمة والذي كان مسؤول على الصفحة وقتها وصفحة الرأي وقتها وربنا الدول الصحة وطلت العم وبتكلم في إطار قوانين أنا التزمت بالقوانين وخلاص وخطر منه لكن أطلع بقى أبيع في الأهرام ومشتب في الأهرام فالأهرام طلعت النهاردة بيان الحقيقة قالت في أول الصحيفة خالص بيان من الأهرام للرأي العام إحالة النجار رئيس مجلس الإدارة السابق للتحقيق على الكلام اللي هو قاله في هذا الإطار وأنه لا بد أن يحول للتحقيق وراء عاملين بيان مؤسس الأهرام إلى الرأي العام أن النجار تجاوز في حق المؤسسة وحديثه يحمل كثير من المغالطات والتبريرات المتعالية نقدر وقوف الدولة بجانب المؤسسات القومية وقدرون على تخط الصعاب بالأمل والعمل والحقيقة دي باجة كتيرة جدا في حوالي يعني 486 كلمة البيان بتاع مجلس إدارة الأهرام في هذا الإطار قل لي يعني استرع انتباهي أنه الاستاذ أحمد ساد أنا جاء لم أسمتش للحديث لكن لما سألت الزملاء قالوا لي آه فعلا هو قال أنه الأهرام فيها تجارة مخدرات طب كنت أقول برضو فقا تجارة فياجرة وفقا تجارة أدوية وفيها ضعارة بقى طالما تجارة مخدرات إيه اللي يمنع إن احنا نأجر القوة بتاع الأهرام كدر ضعارة إيه المنع لحدك رئيس مجلس إدارة أن يكون أو أنت شايف أو حد قالك إنه فيه اتنين تلاتة أربعة بيطاعتوا مخدرات كل مكان فيه كده ده البيوت فيها كده فانا تجارة مخدرات فأنا بس يعني إيه المعنى أن أنا أقول إنه الأهرام فيها تجارة مخدرات وإيه المعنى أن أنا يعني خلاص بقيت رسم أجلس إدارة وخرجت فطلتنا والله يا ستاة أحمد والله العظيم طلتنا حالدك هتقول لا أنتو بتشوف الحاجة وبتقولش عليها أنا ما شفتش حد بيتاجر في المخدرات ولا شفت وإما بيلاقي حاجة في أي مكان ما لا فيها الصالح والطالح إيه الأزمة يعني أننا نرفض بشدة ما تضمنه حديثي عما زعمه من تجارة المخدرات بالمؤسسة وما تضمنه ذلك من تجاوز بالغ في حق المؤسسة والعاملين فيها بل وصل حد المبلغة إلى تعميم ذلك على كافة المؤسسات الصحفية أها نحن كلنا بينا بمبرشم مش حلوة مش لذيذة يعني أنا بشتغل في قناة النهار خرجت من قناة النهار أنا خدت جنبي من علاء الكحكي ملك القناة ومشيت خلاص والسلام عليكم وعليكم السلام عليكم وعليكم ومشيت أطلع بقى في قناة تانية قدني كنت أمان أنا كنت قاد في القناة ليه كنت بشتغل فيها ليه هشتكي أشتكي العلاء أشتكي للمعنى عندي مشكلة في التحرير بشتكي لألبيرت شفير أشتكي لعلا عندي مشكلة في الإدارة بتأشتكي لعلا الكحكي لكن ما رحشي أخذ أسرار المكان وأطلع وبيح بيها في مكان آخر لا ما بيحصلش أنت حذك رئيس مجلس إدارة الأهراب ده حاجة بينا قوي أو الله حاجة بينا قوي قوي يعني قوي وبالتالي أنا لما أخرج أقول لا حشيش ومخدرات وبتاع وكشك وأن أنت حذرتك بالتاريخ بايش يا فاني ما قولنا لنا كل واحد على قد له تاريخه حذرتك جد بالتاريخ في الأهرام بقيمتك وتاريخك بل الأهرام هي اللي بتدي الناس مرض وقيمة وتاريخ ده الأهم للأهرام هي بتدي أنا تاني اشتغلت في كذا قناة وجيت هنا في السيفي بتاعي بيتكتب أنا اشتغلت في قناة النهار بيتكتب كذا ولولا أن أنا مرحلة مرحلة وتجربة باخدها أبقى يعني في عنان السماء أن أنا أنتمي لمؤسسة واحدة أنا محبش يعني أحب الاستقرار محبش التنقل لكن ده اقطاع خاص اقطاع العام بقى أهرام وأخبار وجمهورية روزة اليوسف فجانب الأستاذ أحمد السيد النجار الصواب في مسألة المخدرات دي وجهة نظر يعني وإذا هذه المغلطات والملحة التبريري لازل لا جالي سيد رئيس مجلس صدارة المستقيل لو سيد الأستاذ أحمد النجار فإننا نؤكد للرأي العام ولجميع عملها المؤسسة داك المصر وخارجها ولجميع مؤسسات الدولة أيضا بأننا قادرون على مواجهة أي تحديات بروح الأمل والتضامن بيننا جميعا بما يضمن الحفاظ على تاريخ وإسم مؤسسة الأرام العريقة محتفظين للهيئة الوطنية للصحافة بحقها ومسؤولياتها الكاملة بالتعاون مع الجهات المعنية في محاسبة كل من يثبت ارتكابه أخطاء مالية وإدارية طالت إدارات وقطاعات المؤسسة بالأسسنان خاصة القطاعات الإنتاجية منها فضلا عن المناخ غير الصحي الذي ينعكس على أداء المؤسسة وكافة قطاعاتها والعاملين فيها وكما أشرنا هذا بيان الأهرام النهاردة وكما أشرنا عليه فإننا لم نكن لم نكن نود الاستدراج للرد على هذه المهاترات متطلعين للمستقبل بروح الأمل والإيمان بالمؤسسة لذا حلو قوي لذا دي نأمل أن يكون هذا البيان اللي هو بتاع الأهرام ده تدشينا للعمل للإعلام من شأن مؤسستنا العريقة مع حق المؤسسة في اتخاذ أي إجراءات تراها للحفاظ على الحقوق اللي عاملين بها أو المحاسبة عن أي أخطاء وتجاوزات وتنتهز مؤسسة الأهرام هذه الفرصة للتعبير عن تقديرها العميق للمؤسسة الوطنية أو للهيئة الوطنية للصحافة لدعمها الكامل للمؤسسة وما تتخذهم من قرارات بهذا الشأن مجلس إدارة مؤسسة الأهرام 2 مايو 2017 الأهرام اللي أنا بتكلم فيه يا شبابنا ويا سزتنا ويا عظماءنا بقالوا حوالي 140 سنة يعني أكبر من دول عندنا عمر الأهرام أكبر من دول بتخذوقنا بتعملين خوزيق كده أكبر من دول يعني بتلعب معنا لعبة الصغيرين والكبار بتشبط فينا كده الأهرام عمرها أكتر من 100 1875 ديسمبر 1875 وصادر أول عدد في 1876 الأهرام فما أجد أتكلم في هذا الإطار ما ينفعش إدنا يعني أخذ لقطة كده صغيرة وعمم بيها أولي الأهرام بيشربوا حشيش ولا بيتاجروا في المخدرات يا نهر أبيض طيب حد كان يقول لي بيتاجروا إزاي طيب يا الواحد كان يخد له قرشين وقعب تجارة المخدرات كنت بتشتغلي كنت بتشتغل صعبة في الأهرام أتريني بيشتغل تجارة تجارة المخدرات أولي وبدل ما واحد يقول لي ما تجيب المقالة اللي عندك والهات الموضوع اللي عندك كل ما معكش إرش حشيش تبقى أنت ماشي كده وتقبله أستاذ علاء العطار رئيس تحرير الأهرام العرب اللي أنا متشرب بي يعني ببعطينا إرش حشيش أصدي ببعطينا المقالة أستاذ جابران أستاذ الله حاضر أستاذ علاء حاجة بؤسي يعني الأهرام زيها زي مؤسسات عريقة في الدولة زي الكلام اللي حصل النهاردة مع الأستاذ جوسام هيكل والأستاذ حسين زين أستاذ جوسام هيكل قال أنه الحصة التحادل بزاعة التلفزيون في المدينة الانتاج الإعلامي خدها يا بنك الاسمار القوم والتحادل بزاعة التلفزيون وعليه فلوس كتير تبلمانة انتقلنا بقى من الأهرام ليه حاجة كبيرة ليه حاجة يعني ليه نفس الاحترام والتقدير التلفزيون بقى لسه حسين زين طالع من النفأ عشان عايز يطور وعايز يعمل وهو الأخر ومعاه الهيئة الوطنية للإعلام قوم أنا رح صدمه ده أنت عليك في لوس لي ده أنت الدنيا عندك ده أنت الدنيا عندك بايزة ده أنت بتعمل ليه كده لا 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 الفلوس ده جيبها ازاي هتروح فين هتيجي منين ده تعمل ايه ده حسين زين هيقع وربنا هيتوب بساكت عارفيني هيتوب بساكت عن ايه ايه أناس انت خايف ليه أناس ليه أناس كده يا رب يكون جيب لي خبر كويس أناس وجاي لي والمخرج بتاع البرنامج بنفسه افتكرتك جاي بخبر عيكسر الدنيا يا أناس فأنا بوقع حسين زين طيب ما لحشتغل ازاي لما أنا عايزة اطور التلفزيون واجه اول حسين زين ما يمسك هم عقوله يا حسين خلي بالك لتعليك لها فلوس يا حسين خلي بالك الديون مش عارف ايه يا حسين طب حسين هيقومت زاي طب حسين هيشتغل طب يديوله شوية التفاقل شوية قولوله يا حسين الأمور زين يعني قولوله يا حسين المسألة هتمشي قولوله يا حسين على عينه على رأسنا قولوله لكن فجأة النهاردة حسين زين أول خبطة ده انت عليك فلوس لنا ده حساتك مش عارف في ايه راح ده مش عارف طب وراجب ليش واسولة عن ده طب هنعمل ايه اللي لم يكن مسبيره فلاه إعلام لمصر لإعلام مرئي اللي يقول حجر مسبيره حجر حجر بتاريخ كل القنوات الفضائية اللي موجودة اللي مش في مصر بس في العالم العربي كله في المنطقة كلها في الشرق الأوسط حالما بتتكلم في ايه مفيش مسبير ومفيش إعلام مش حتطور لي مسبير ومفيش إعلام فيش إعلام مرئي مش حتطور لي الأهراب والأخبار والجمهورية وروزة والمؤسسات القومية دي مش هيبقى فيه عندي إعلام بيسندك مش هيبقى فيه عندي خلينا واضحين كل قناة كل جرنوم بيعمل حسب سياسة المالك وإن لم أعمل حسب سياسة المالك أبقى خاين خاين للمكان يعني أعادت مع المالك مالك القناة قال لي يا جابر سياستنا واحد اتين تلاتة اربعة إذا أنا قلت السياسة القناة خمسة ستة سبعة تمانية أبقى أنا خاين للمكان أمشي منه فهو ده التزام التزامي أمام ما سبيره أمام الأهرام إن دي مؤسسات قومية يجب الحفاظ عليها لحماية الدولة المصرية أما حد بقى يطلع يقول لي أب ده ما سبيره بيقع أب ده فيه برابك في ما سبيره وحشة أب قلنا الكلام ده بدل المرة ألف دلوقتي عندينه واحد من جوه المكان بيرأس حاجة اسمها الهيئة الوطنية للإعلام يشم نافسه بقى يا أخي شممه نافسه أنتوا كده بتدوله جرعة زيادة ممكن يموت فيها شممه نافسه قولوا له كده شمي عم يحسين حاجة لهم عم يحسين يشم شوية أمل تدوله شوية مية ورد كده مش كل ما هي الراجل ما روح حتى أنت رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يا راجل ده التلفزيون بيقع يا راجل ده المنصب بيقع يا راجل ده يا راجل يا الهاريس ود طيب راجل هيئة هيئة فقدونا شوية أمل عشان ما راسبيره يقوم شوية أمل أنا بس فيه خبر في الوطن بس الحاجة جات لي بس مش واضحة يا من أستاذ حسام صدفة بس مش عارف مش عاجباني ليه يعني لا هو كاتبها يعني بس عايز رد من البرلمان بالتزامن مع مناقشة البرلمان لاستراتيجية صناعة السيارات أستاذ حسام صدقة أستاذ حسام صدقة بيكتب حاجات حلوة أوي حسام صدقة والله خلي بالكم بقى بالحتة الجيدي غبور ده حسب الخبر غبور يهدي النواب سيارتيني من إنتاج شركتي هم بيناقشوا إيه استراتيجية صناعة السيارات حسب الخبر قام عمنا منير غبور راح أو عمنا غبور أو شركة غبور راعت مدية سيارتين من إنتاج الشركة للبرلمان الخبر اللي قدابي الله أعلم لو الوقت متسع كنا جيبنا غبور وكنا جيبنا للبرلمان ووكيل النقل والمواصلات بيقدم طلب إحاطة للحكومة ومصادر بتقول غبور أكثر المستفيدين للمشروع غبور والبرلمان 680 ألف جنيه سيارتين ميكروباس أهدتهم جي بي أوتو إلى مجلس النواب جي بي أوتو اللي هي الشركة بتاعة غبور 33 مليون و 240 ألف جنيه قيمة تبرعات الشركة إلى جهات مختلفة 59 ألف و 319 سيارة تم إنتاجها في مصر استحوزت هنداي غبور على نسبة 29.5% من بيبيعات أنا مش عارف هالا الخبر ضد غبور ولا الخبر توضيع ولا الخبر بس أنا بقول لحد لدكم اللي قدامي هذا الأمر يستحق إن البرلمان يرد هل غبور اداكوا عربيتين ميكروباس 8 العربية أو 8 العربيتين 648 ألف جنيه هل ده حصل وهل أنتوا خطوا العربيتين وهل أنتوا بتنقش القانون أو نقشة برلمان الاستراتيزية سنعة السيارات هاسوب في مصالح الشركات الله أعلم أنا بس التساؤلات من الورسات حسام صدقة في صحيفة الوطن آخر حاجة العمليات الخاصة تطارد ست إرابيين نفذوا جريمة مدينة مصر سلام على الشهداء عندي عمر المزيدي حنان نبيل هدير مصطفى هو أيضا القاضي ندى حمدي في الدستور عمليه ملف حلو قوي عندنا محمد وهبة المرحوم الشهيد عندنا أيمن حاتم المرحوم الشهيد وفي أمين الشرطة وليولي يا شباب أمين الشرطة سويد شاولنا نكتبت حاجة دي شعبان محمد عبد الحمد يبقى عند التلاتة ماكو ستشفدوا أنا عندي مشكلة في الكمان عندي مشكلة في الكمان شاء كبين سابتة أو محركة مشكلة علاء قريب كاتب مقال في الوافد بكرة مرحب مرحب يعني اللي هيقراها هيحس إن فيه تآمر على الداخلية تآمر على أولادنا إيه الوضع يعني المقال بي 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 آه كماء الشرطة مين تاني بيقول كلام مهم ما قاوة على قريب بكرة عنوصل لمرحلة دي إزاي لما ولد صايع ضايع ما قالوش أي هدف في حياته قالويا يفجر نفسه يعني بقى تزاب شور دي علاء مش قالوش متخيل غالبية ضباط الشرطة اللي كل واحد بيطلع من بيته ومتوجئ لعمله علاء مش متخيل الراجل ده وهو خارج من بيته وبي بيودع أسرته يعني فيه صورة هنا لأيمن حاتم محمد وهبة بتاعة الدستور دي أيمن هو خارج من البيت بيقول له مراته إيه سلام عليكم تقوله لا إله أهل الله محمد رسول الله أو جورج بيقول له والدته سلام عليكم أو بيقول له والدته أشوف وشك بخير يا ماما تقول له مع السلام يا حبيبي في رعاية الله وبينزل قدوا متخيلين الشعور كل يوم لضابط الشرطة سيبوكوا بقى من الانتقادات ده حاجات فنية بس متخيلين قد إيه ضابط الشرطة في حالة شبه يومية شبه يومية في ظل الأوضاع اللي احنا فيها دي هزا الرجل محتاج حضنين احنا مش محتاج ان احنا نفضل نكسر في مقاديفه ومقاديفه الوراء زابط الشرطة في اللحظة اللي احنا فيها دي لو قال لك أقف أفتش أفتش على جنب على جنب التعالي من جانبنا هتقول لي لا ما فيه زباط شرطة ده حاجة تانية ده حاجة تانية يا فندم أنا بقول لك ساعد ضابط الشرطة انه يكون في حالة توازن وهو بيحميك بعد ربنا تتخيل هذا الضابط ولازل تاني من بيته كل يوم كل يوم في ظل الوضع اللي احلى فيه ده وخصوصا الموجودين في السينة وعلى الحدود وخصوصا دول هل ده انت بتعد مع كمين كده ها دول معا موبايل دول ما بيخدوش بقى لهم دول ده هو معرض كل لحظة ان يطلع واحد للسفلة دول يضربوا او يتعامل معها الوقوف جنب الداخلية ليس تطبيلا للداخلية مش تطبيلا ابدا ده بقى فرض عين اقفوا جنب ضبطها جنب جنودها اقفوا جنب اللي حمينها اقفوا جنب اللي تقريبا يعني ما بقاتش المسألة خلاص محتاجة ان افضل اقولك ضبط الشرطة ضبط الشرطة ضبط الشرطة لو المسألة تحتاج الى تطبيل للشرطة راجع شوف حضراتكم بك شكرا شكرا اشتركوا في القناة